بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبيبي في فيديو جديد معي على كناتي على يوتيوب قعدة حلوة معهنة. مصلي وسلم عزيزة وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد معي النهاردة وروتين جديد كله كده طاقة وحماس. روتين بعد التعب. بعد التعب ليه? لان انا بجد كان معي دور برد اخد مني يومين يعني تعبانة مش قادرة انا اعمل اي حاجة. اه خالص يعني بصوا ما قالوكم مش كنت كده عاملة زي اه زي الفرخة الدايقة زي ما بيقولوا. جد مش قادر اقوم مكاني خالص. المهم والولاد بقى وباباهم ما قلوكم مش خلى الشقة عاملين ازاي? اه بصوة ان انا ما عنديش كمان ولاد بنات ان هم يعني اه يروأولي او يساعدوني وكده. انا للبنوتة اللي عندي لسه عندها سبع سنين ما بتقدرش طبعا انها تعمل شغل البيت والكلام ده. بس طبعا يعني ضربنا كده حباية مضادة حيوي وربنا كده بعثينا شوية صحة. بقلنا بقى نقوم نستغلهم كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه في الروتينة النهاردة. اه كان عندي دورة غسيل كده قلت ان انا يعني اخد الفرشة بتاعت السرير معه وكمان المخدات بتاعتي كان شكلهم كده مش عاجبني وكانوا صفره. انا دايما بفكهم علشان خاطر اخسلهم وبعدين اركبهم تاني وبفكوا القطن بتاعه. عندنا هنا كمان اه مناجد جنبنا. انا بحط له القطن في جيسة وببعطه له يعني اه هو والمخدات بكون غسلاه. ببعطه له ان هو يعني يعملهولي ويدربولي عنده في المكنة ويركبه ويخيطه لي وبعدين يبعطي المخدات. هو بيخد في المخده عشرين جنيه وبيخد في المخده الزغيرة عشرة او اوقات كمان اتناشة. بس بجد بيخليها كده يعني زي مخدات العروسة وبتكون لسه كده يعني عالية وجميلة. بس انا من سنة جي ما عملتهمش كده لان انا يعني كنت سنة اللي فاتت آآ بعتهم له وكان اعملهم لي. فملحقوش بقى ان هما يعني مفتصوا كده لسه زي ما هما مسكين نفسهم. قلت بس اخسلهم لانهم اصفروا وبقالونهم مش عاجبني. ففكتهم وفكت الازقام بتاعتهم. فكت المخدة كبيرة بتاعت السرير بتاعي. وهم خدت النص ومخدة الولاء. زي ما اتو شايفين كومتهم كده اهو. خدت كمان فرشة السرير. وحنفرش السرير بقى مع بعض علشان خطر يعني يبقى مضيف كده. اهي زي ما انتو شايفين معايا خدت الميلة السرير كمان نفط السرير كويس قوي. وبعد كده بقى كومتل الغسيل اللي هيطلع عندي كله ودورة الغسيل اللي انا اخدها كلها. كومتها علشان خطر ما لاقيش بعد كده حاجة تكون مركونة كده ولا كده. وانا مش باخدباري من. يعني انا بحب اجمع الغسيل كله وبعدين اروح بيه بيه عند الغسال. مش طول ما انا واقفة اشد من هنا وحط هنا وبعدين اروح ارمي في الغسالة? لا. احب اجمعه كده مرة واحدة زي ما شفتوا معايا. وبعد كده بقى اروح احط كله دورة واحدة في الف الغسالة بتاعتي. بصوا بقى. دلوقتي احنا فكينا المخدات فمشاين فان احنا ننام على السريم من غير مخد. عندي هنا دي المخدات بتاعتي اللي انا كنت متجوزة بيا. انا بطلعها بس يعني يوم او يومين اللي انا بكون فك فيها المخدات بس. وبعد كده لما الراجل بيجيب لي المخدات بركبها بركع طول تاني مكانهم. وبقى حط بقى المخدات اللي الراجل بيكون عاملها. بص انا طلعت هنا مخدة للسرير بتاعي عشان ينام عليها وبرضو مخدة كمان للسرير للولاد عشان يناموا عليه. وبعد كده بقى هنروح هنرتب بقى السرير زي ما شفتم هتشوفوا معايا كده. هنفي السرير بتاعنا. اهو حطيت المخد دي عشان ينام عليها لان طبعا احنا فكينا المخدات التالية. بتبنا بقى السرير بتاعنا وروأناه وبعد كده بقى هنروح على الغسلة بتاعتنا. بنحط دورة الغسيل بعد ما جمعنا كل الغسيل بتاعنا. اهو زي ما شايفين معايا كده. دي الغسلة بقى هنحط فيها كل الغسيل بتاعنا. اه في ناس انا بشوفها بتحط الابيض مع الالوان مع الغوامق لكن بجده ما بحبش كده خالص يعني انا بحب اعملها دورة ابيض ودورة غوامق لوحدة. لو فيه الوان بقى يعني حاجات بسيطة الالوان دي الفتحة بتاعتنا دي. آآ بحطها مع الابيض عادي يعني يكون الالوان البمبيهات او الحاجات اللي هي الالوان الفتحة زي ما ارتبكم تتحط مع الابيض عادي يعني خالص. بس طبعا مش بظهرها مع الابيض. زي ما شايفين كده بقى خلاص هنسيب الغسلات ان هي تشتغل كده مع نفسها وتخلص كده مع حلها. ونشوف بقى غدانا النهاردة. في الوقت ده انا كنت خلصت كمان ترويق الشقة بره. وغدانا بقى النهاردة هنعمل مع بعض آآ كفتة رز. الكفتة دي انا كنت عاملها في العيد الكبير وكنت انفرزها في الفريزو. طلعت الكيس منها وقلت يعني يفك عبر ما خلص آآ ترويق الشقة بره. زي ما شايفين معايا كده دي البفروم هنا بصلاية وبعدين انزع لها بشوية زيت ومعلقة سمنة محترمة كده. وصفرها بقى على النهار. هحط عليا كمان معلقة ثم مفروم بس بعد البصل ما بتصفر معايا شوية. عشان طلعنا انت عارفين ان التم مش بياخد سوى البصل. يعني التم بتصفر وبتتحرق بسرعة كمان عن البصل. زي ما شايفين كده معايا بعد كده بقى هنعمل التسبيكة انا قلت ابدأ بالتسبيكة بتاعة الكفتة الاول وبعدين اصبحها معاكم. وهو كده زي ما شايفين معايا. انزل بعد كده عليها بقى بالتم المفروم وبعد كده بالتمطن بتاعتي. وصفها بقى تعيش حياتها على برما نصبع الكفتة بتاعتني. عايز اقولك ان اليومين اللي انا نمتهم بجده او ان انا تعبتهم دول. اه صحيح بعد كده لقيت الشقة وعندي مقول لكمش شكلها عامل ازاي. وطبعا كلكم مجربين كده. يعني انتي كل واحدة مجربة لو تعبت يوم او يومين بتلاقي الشقة عندها عامل ازاي. خصوصا ما بيكون عندك كمان سوبيان زي ما قلتلك ما كونش عندك بنات يساعدوكي. اه سوبيان مش بيعملوا حاجة طبعا. بس شغلته من هم يعني يوسخوا بس. ومنتكرين طبعا عليك ان انتي اه طبعا دايما وقفة ودايما بتعملي كل حاجة. اه حتى هما لو عملوا يعني يدوك بيعملوا حاجات بسيطة خالص يعني لو كوبات شاية نفسهم. حتى لو عملوا كوبات شاية بتلاقيهم برضا كوسخهم وكانهم مش بيقوم زبطيني التانية زي انتي يا بتزبطيها. اه يروقوا مسلا سريرهم حاجة بسيطة كده. اه على عموم انا من النوع اللي ما بعرفش خلي حد يعمل لي حاجة اصلا مبتاكلش على حد انه يعمل لي حاجة. وكما ما بعرفش انه ما اجيب حد انه يساعدني. علشان خاطر انا ما باقتمعش بعمل حد غير عمال ايدي انا بس. مش عارفة بقى دعيف فيا ولا ده ميزة بس انا بجد ما بعرفش خلي حد يعمل لي حاجة. حتى لو حد عمال لي حاجة يعني بعيدة عليها تاني. اه بحس ان هي ما ازاي عمال ايدي برضي. مش عارفة الناس اللي هي بتجيب اه شغالين عندهم ان هم ما يساعدوهم وكده يعني بيتمدوا عليهم ازاي? انا مش عارفة بصراحة. يعني انا من النوع اللي ما كنتش انا عمل حاجتي باديا. ما اكتنعش اصلا ان هي معمولة صح. طبعا كل واحد وليه طريقته وكل شيخ وليه طريقة زي ما بيقوله. كل واحدة برضا كلها طريقتها في بيتها وترويقها ونظامة في بيتها. بس انا زي ما قلت لكم بعرفش ان انا اعتمد على حد ان هو يعملها لي او يعمل لي اي حاجة كده ويكون مبسوطة بيها. لازم انا اللي يكون وقفة وكون بعمل كل حاجة باديا ودي طبعا نعمة ربنا انا وعلينا بها يا رب كده ميحلناش منها ابدا. ودي ما نعمة علينا يا رب. وهي وقفتك في بيتك. الواحدة وهي وقفة في بيتها كده بجد يعني لا بتكون نعمة يا جماعة بجد والله ميحسش بيها غير اللي بيتحرم منها. بتحس بيها كمان اللي مسلا يجيها ودور برد وبتقعد يومين تلاتة بتحس كده ان في حاجة كبيرة نقصها وهي وقفتها في بيتها وترويقها وعميلها. او ربنا ما بينعم عليها بشوية صحة كده ولو حتى يعني بمفعول الحباية اخداها بتقوم على طول تشوف الوراء يعني انا الحمد لله اول ما خدت الحباية لها المضاد دي كانت كويسة خالص. اه يعني وقفتني شوية كده بعد فضل ربنا طبعا وقفتني على رجلية شوية. وقلت بها اقوم كده قبل مفعولها ما يروح اقوم اعمل دورة غسيل وفرش كده السريل وروأ القوضة وروأ الشقة كده بسرعة قبل مفعول الحباية طبعا وما يروح. وكمان هنا عملت الغداء بتاعي كانت الكفتة زي ما انتم شايفين عملت كمان جنبها الرز. في ناس بتعمل رز ابيض وفي ناس بتعمل رز بالشعرية. انا وقت بعمل دودة بس يعني احنا بنحبها بالاتنين. زي ما شايفين كده معي وبصوا بقى دي الكفتة بتاعتنا اهي ما شاء الله انا حطيت الكفتة مع مع البطاطس بعد ما قمت حمرت الكفتة بس المقطع بتاع التحمير اتحزف مني. بصوا انا مزا هتزودت لهاش ملحة خالص غير في الاخل لما قلص قربت تطفي عليها زودتها الملح. علشان خاطر انتم عارفين احنا حطين الملح ومزبطين كل حاجة في الكفتة بلو محطها في الفريزة. خلصت بقى الكفتة تطفيت عليها وروح تبصوا دي كانت المخدات هنا بقيتها تاني يوم كانت المخدات بتحتي نشفت. وكانت آآ وجبتها بقى علشان خاطر اركبها. زي ما قلت لكم انا مفكتش القطن السنة دي لان السنة اللي فاتة كنت وديته للراجل وكان فككولي وكان تمام التبات. اللي انا فعلا حابعتها السنة دي هي مخدت الولاد لان السنة ما قمتش عملتها له. فعبعتها للراجل آآ غسلت الكسوة بتاعتها زي ما شفته معايا. وكمان غسلت الاسقام بتاعتها كويس. عبعتها بقى للراجل ان هو يضربها ويركب هالي هو ويخيطها ويبعت هالي. آآ لما بتعملي الحركة دي كده في المخدات بتحسي كان المخدات راجعتني زي مخدات العروسة بالزبط. بتكون كده منفوشة وبتكون عالية. وآآ وتكون النوم عليها حتى كمان آآ مريح ما تكونيش تعبانة وانت نايمة عليها. عايزك يبقى يلا كده تقومي تتشجعي معايا. لو كان عندك مخدات عايزها تتعامل قبل المدارس سألا اعملي لان الوقت في المدارس واليوم في المدارس بيعطي مش هوا طيب يعطي كده يعني اول ما بتصحي من النوم بتلاقي نفسك تخلي انت نمو تاني. ما بتحسيش بالوقت خالص ما بتلاقيش وقت خالص ان انت تعملي فيه كل اللي عندي يعني بتبقي طول النهار ووقفة بتصحي وبتفطري وبتنزلي مدارس وبتودي دروس وبتودي تامرين لو عندك حد بيروح تامرين وبترجعي تاني وبتوقفي تعملي اكله وشربه وكنيسه وترويق فميبقاش عندك يعني وقت للحاجات اللي بتتعامل كله فترة وفترة دي. تمام? فانا كده قلت يعني اخلص منهم كده قبل المدارس ما تبدأ معايا لان لو المدارس بدأت عندي يعني انا مش هكون فضيلا نعمل كده خالص. وخصوصا ان انا كده عندي السنة دي كمان ابني في تاني عددي. فتاني عددي بتكون دايما اصعب من تلت عددي كمان. فقلت بقى يعني اعملهم وخلصهم. واخلص منهم كده ويبقوا كده عد معايا. زي ما انتوا شايفين معايا بصوا. راحوا زي الفل ازاي? والازقان بتاعتهم راح ازاي الفل. وكمان عقلوا معايا مع اني والله ما كنتش فكيت القطن بتاعه. بس آآ لما ركبت القطن تاني وضغطت القطن تاني الجوه. زي ما انتوا شايفين معايا كده يبصوا. اتضغط معايا جامعة ازاي? وكمان المخدات عالت خالص وبقت زي الفل ها. كده كان البدي بتاعنا النهاردة. وده كان الروتين بتاعنا النهاردة. يا ربي كده يكون عجبكم. يا ربي يكون شجعكم. ولو عندك اي حاجة تكوني ركنها او تكوني ليس عايزة تعمليها. تكوني شجعتي معايا وتومي تعمليها. بصي كسبت المخدة راحت زي الفل ازاي بعد ما اتغسرت واتزهرت كويس. آآ زي ما اعتركم دي باع هبعتها دي بتاعت الولاد هبعتها وحطها في كيس مع القطن واللزقان بتاعتها وابعتها للرجل يضربها لي في المكنة ويخيطها لي ويبعتها لي تاني مع مع الولاد يعني. كده كان روتينة ويا رب روتين يكون عجبكم. وشوفكم على خير الفيديو الجاي.